طب ليه يعني حجم أو خليني نقول عدد المسلسلات الكوميدية أقل من الدرامية؟ يمكن دي فيه إجابات كثير يعني يمكن أنا جايب أنا أتكلم عن رمضان أه طبعا يمكن فيه إجابة بقى السرعة اللي بعد دي هتلاقي إنه فيه طول الوقت فننا نحمد بدير هنا بولي التلفزيون غاية ومسلسلات نكد يمكن أنا كنت عايز أرد بالأنوان ولا يعترف بوجود نموم الكوميدية ده كان في التسانيات حين نتغير في الكام سنة اللي فاتوا مع بعض المسلسلات الكوميدية اللي بقت موجودة بشكل أو بآخر لكن ده كان يعني التلفزيون بيحب النكد هتلاقي الصورة اللي بعدها يمكن هتلاقي برضو فيه تعليق ده في نهاية السنات وغيبت شمس الكوميدية عن مسلسلات رمضان سيك بقى خلص من الموضوع كله إرى التعليل تحت الصورة الكآبة كما ظهرت في مسلسل زيزينيا فتخيل إنه كانت طبعاً مسلسل زيزينيا مسلسل العظيم مصريف مصر ومسلسل في متى الجمال لكن كان شوف النقد لفكرة إنه مفيش مسلسلات كوميدية لحد الناس عايزة تدحك عايزة تفرفش صحيح خاصةً المسلسل الكوميدي كمان جزء من ثقافة المصريين إنك تنبصت بعد المسلسلات الكوميدية في غلطة معينة بتتكرر في أغلب المسلسلات الكوميدية؟ رائقة طبعاً. الغلطة دي تجاوزها مسلسل ميت ويش. ليه بقى؟ لأنه إحنا طول الوقت ما نعتمد إن مسلسل الكوميدي بترمي إفهات. بيقولوا إفهات. مش كوميديا الموقف. أغلب المسلسلات بتعتمد على إنه النجم سواء قدراته زي ما كنا نملكها وعسامي الغانم هو أسطوري في التحكي من غير حاجة. فإنت لو اعتمدت على ده بس ما فيش نص جيد. فيش مقرج مسيطر على العمل زي كاملة وزيكرة ميت ويش. هتلاقي إنه في مشكلة. وبالتالي فإنت عدد المسلسلات الكوميديا اللي متسلطرة عليها اللي مكتوبة كويس هتلاقي في فترة الأخيرة فيه الوصية. هنلاقي فيه نيلي وشريان هنلاقي فيها. فهنلاقي فيه مجموعة أعمال جيدة. بس الأعمال عدد كبير منها برضو بيروح ليه فكرة الإفه اللي هو السنة اللي بعدها ما بتوهمش أصلا هو بيقولي. نعم.